أحمل دائماً تذكاراً لجمهورية الصحراء الغربية في يد اليمنى سوار أهدني إياه سيادة الرئيس إبراهيم غالي خلال زيارتي للجزائر حظيت بفرصة زيارة الصحراء الغربية سافرت إلى مخيمة تندوف حيث رأيت عن كثب ما يعانيه إخواننا وأخواتنا في الصحراء الغربية المحتلة ولذلك وعدت نفسي لتكريس بقية حياتي للدفاع عن تحرير الصحراء الغربية وإنه من المؤلم أن عضواً من الاتحاد الأفريقي هو الذي يحتل الصحراء الغربية وأظن أن هذا المشكل يجب أن يعامل كأولوية نحن كجنوب أفريقيا ندافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وتمكننا كمجموعة التنمية لأفريقيا الجنوبية من دعوة سيادة الرئيس غالي إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في مؤتمر التضامن مع الشعب الصحراوي المنظم من قبل المجموعة وهذا ما نريد أن نجسده في هياكلنا الإقليمية والقارية وأظن أننا الآن حيث لدينا القائد شيرومبيرا كرئيس للبرلمان الأفريقي سنتمكن من خوض هذا النقاش داخل هذه المؤسسة وأنني أعتقد أننا الآن لدينا القائد شيرومبيرا كم المؤسسة للبرلمان الأفريقي سنتمكننا أن نستطيع هذه المؤسسات ترجمة نانسي قنقر